شكراً روني وصلنا لفقرة سيارة الأسبوع وأربع سنين مذت منذ أن بدأت شركة هونداي ينتاج سيارات السيدان الفاخرة ومنها هونداي جينيسيس والتي أدخلتها إلى السوق واليوم تحدث شركة تطوراً هاماً على هذه السيارة حيث تشتد المنافسة بين مصنع السيارات ومبتكري الجديد فيها لمعرفة أحدث المسجدات على هذه السيارة الرياضية خلينا نتابع تقرير هذا التالي يعني سيارة هونداي كسيارة أسبوع تفضل السيارة التي نتكلم عليها النهاردة هي من الشريحة السيارات الفخرة لها هونداي وهي سيارة جينيسيس جينيسيس 3.8 لتر حوالي 290 حصان وهي بتنافذ في الشريحة المتوسطة أو فوق المتوسطة من السيارات الفخرة من أول واحدة بنلاحظ في السيارة أنه في شكلها الخارجي بيجمع بين الإنسابية والشكل الرياضي أما بالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة فهو برضو بيجمع ما بين الفخامة والزوء الرفيع في كل شيء خاصة تفاصيل تصميم السيارة من الداخل من نوع الجلد من تصميم الجلد من ألوان الجلد الكمبينيش ما بين الجلد والخشب داخل السيارة في كل تفصيلة في الشكل الخارجي للسيارة بنلاقيه بيدل عن الإنسابية والشكل الرياضي على سبيل المثال في الفيسلفت الأخير اللي حصل في الجينيسز اتعمل كومكليت وورك اوت بالنسبة للهيد لامبس الليد لايت أضيف للسنتر بتاع الهيد لامبس الفوج لايتس مكان الفوج لايتس حتى الفرانت كاميرا كان مكانها واضح في السيارة دلوقتي يتعمل البطارية بحيث أنها انتجريتد مع الفرانت جريل نقدر نقول إن شكل السيارة بأكثر جاذبية وديها فرصة أكتر إنها تكون كمان أكثر منافسة في الشريحة اللي هي بتنافس فيها بالنسبة للتصميم الداخلي في السيارة بتدل كل تفصيلة فيها على الفخامة والزوء الرفيئة السيارة الجينيسز فيها أكتر ما يحتاجوا أي شخص بيبحث عن الرفاهية والفخامة في السيارة العربية فيها إير ساسبانشن فيها سمارت كروز كونترول فيها دي اي اس اللي هو درايفر انفرميشن سيستم اللي هو في بيتحكم في كل إمكانيات العربية أو كل السيستم اللي نوجود في العربية عن طريق الشاشة بالتتش قدامه فيها النافيجيشن فيها تمانية إير باجز فيها أوديو سيستم لكسكن اللي هو البراند اللي بيستخدم في سيارات رولز رويز الانجين بتاع الجينيسز 3.8 ليتر 6 سيلندر 290 حصان بالإضافة أنه هو دفع خالفي أما بالنسبة للترانسميشن فهو 8 سرعات وده بيوفر إنسابية شديدة في التنقل ما بين السرعات المنافسة ما بين مصانعين السيارات في الشريحة بتاعت السيارات الفاخرة أصبح صعب لأن أغلبنا بنصنع تقريبا سيارات بنفس المواصفات وبنفس الكماليات الموجودة فدائما هيبقى الحد الفاصل هو خدمة ما بعد البيع أغلب شركات السيارات أغلب مصنع السيارات بينصحوا الموزعين بصفة عامة بخدمات ما بعد البيع بالنسبة للجينيسيز وكدعم مننا للجينيسيز الجينيسيز فيها خمس سنين ضمان مصنع فيها خمس سنين سيرفيس كونتراك وهو عقد السيانة مجاني لمدة خمس سنوات العميل ما بيقومش بدفع أي شيء يقص تكلفة السيارة غير البنزين وفيها خمس سنين رودسايد أسيستنت في حالة لقدر الله أي أعطال احنا بنبعت التوتراك تاخد السيارة للورش عندنا والأهم من ده كله عندنا في السكيم بتاع البايباك جارنتي احنا بنضمن قيمة استردادية للسيارة قيمة شرائية للسيارة بعد سنتين وبعد ثلاثة وبعد أربعة وده شيء بيدعم السيارة جايد في السوق وعشان كده أنا بقول ان هي منافس ومنافس قوي في الشريحة بتاعتها اشتركوا في القناة